خلينا بقى نكمل بقية أخبارنا وإلواء أشرف بهجة رئيس حي الزيتون ظهر في فيديوهات وهو بيدخل سايبر وكافهات الطلبة قاعدة فيها في الوقت اللي المفروض يكونوا فيه يا في المدارس يا في دروس أو على الأقل بيذكروا في بيوتهم رئيس الحي كان بيدخل المكان وبينادي على العاملين فيه وبيأمرهم بإخراج الطلبة منه وطبعا في السايبر تم إغلاقه عشان هو شغال كمان بدون ترخيص وكمان كان سارق كهرباء التصرف ده في الحقيقة عجب أولياء أمور كتير وبتمنوا تعميمه في كل مكان وخصوصا الأماكن دي بتجذب الطلبة وتدفعهم أحيانا للهروب من المدارس وطبعا إحنا بنؤكد تاني يا حسام على موضوع الضمير يعني حتى ده في حتة تانية كمان سرقة الكهرباء دي ده موضوع تاني كابسة حصل كابسة على الطلاب قبل ما الطلاب كمان تخرج رئيس الحي عادي وجد لهم نصايح كتير زي من هما يستغلوا الوقت ده في حاجة مفيدة وعلى رأسها طبعا المذاكرة وأنه حرم عليهم يصرفوا المبارغ دي اللي أهلها طبعا بيجمعوها عشان طبعا خاطر الدراسة طبعا بيقولولهم ممكن مثلا راح الدرس بعد المدرسة والحركة اللي كنا الناس أحيانا بدأ منها زمان دي وبيأخذوها طبعا يصرفوها لو في السايبر أو في غيرها طبعا من يعني خلينا نقول أي حاجة غير المرواح للمدرسة تعالوا نشوف الفيديو مع بعض ونرجع لكم مرة تانية موسيقى خش عارف خشك اطا من 2006 موسيقى 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 موسيقى